طيب من أخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين نروح تلوقتي لجريدة الجمهورية ومرسلتنا العزيزة سالة حامد نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وحيكون معها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي سالة طبعا صباح الخير عليك في البداية وصباح الخير على أستاذ حسام صباح الخير طبعا برحب بك أنا هوند وبرحب بك كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبالفعل أنا نهاردة هكون معاكم في جولة صحفية جديدة ولكن من مكر جريدة الجمهورية طبعا نهاردة هكون معنا أبرز الأخبار والعنوين من الصحف الرياضية واللي هتكون كلها خاصة أو بتتكلم على أهم بطولتين العالم كله بتفرج عليهم دلوقتي طبعا بطولة كاس الأمم الأوروبية بطولة اليورو وطبعا بطولة كوبا أمريكا وكمان نهاردة هيكون طبعا معنا لقاء مع الأستاذ الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي اللي هتكلم طبعا معنا بشكل أكبر وبالتفاصيل عن الأخبار دي كمان النهاردة يعني البداية هتكون مع أول خبر من المساء الرياضي هولندا على كمة المجموعة الثالثة والطواحين البرتقالية تقص على مكدونيا بالثلاثية ومن روسيا اليوم كوبا أمريكا ميسي يحقق رقما قياسيا في مباراة الأرجنتين وفاراجواي ومن اليوم السابع تالت خبر معنا انطلاق بطولة الأبطال للسكواش بمشاركة أقوى 16 لاعب ولاعبة في التصنيف العالمي يمكن طبعا دي أهم ثلاث أخبار معنا لنهاردة وهيتكلم فيهم بشكل أكبر ضفنا طبعا اللي هيكون معنا في اللحظات دي الأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي طبعا يا أستاذ حسام برحب بيك في البداية على شاشة قناة النادي الأهلي وطبعا عايزيك تتكلم معي في أول خبر طبعا من المساء الرياضي يمكن شوفنا كلنا طبعا هولندا يعني تصدرت المجموعة التالدة بالرصيد دي تسع نقاط بعد فوزها طبعا على النمسا وأوكرانيا وطبعا مكدونيا الشمالية وكمان تأهلت للدور التمانية أو التامن النهائي من المجموعة طبعا عايزيك تتكلمني طبعا عن التصدر ده والمباراة القوية طبعا اللي جمعتنا بين مكدونيا وهولندا اللي طبعا انتهت بفوز هولندا بتالت أهداف مقابل لشيء طبعا هولندا من الفرع الأوروبية القوية جدا وتاريخها معروف في العالم كله بقوتها وانه هي طبعا عندها فريق متكامل بيلعبوا كرة جماعية بيقدروا انه هم طبعا يضغطوا على المنافس بشكل قوي وهو ده اللي حصل فيه البطولة لانهما بدأوا بقوة وقدروا انهما يفوزوا على المنافس بشكل قوي بعد الضغط عليه وتصدروا المجموعة الثالثة بتسع نقاط يليها النمسا بتسع نقاط وبعد كده أوكرانيا ومكدونيا الشمالية وده طبعا احنا كنا متوقعين وصراحة واغلب الناس المحبة للفريق الهولندي توقع نهاية تتصدر المجموعة وان كان شفنا ان الناس كانت فيه تخوف او قلق بسيط من المباراة بتاعة النمسا وأوكرانيا على الاساس انهما بقى فيه تخوف ان يكون فيه هناك يعني اتفاق زي ما بيقولوا بينهم بعدين بحيث انهما يخرجوا متعدلين للصالح بعدين بحيث انهما ياخدوا التاني والتالت وبعد حصولهم على الاربع نقاط زي ما حصل سنة اثنين وتمانين مع الجزائر كانت برضو النمسا واحدى الفرق الاخرى وتم اقصاء الجزائر بهذا المنطق ولكن طبعا المباراة كانت قوية فعلا فيها ندية وادرت ان النمسا انها تفوز من احرازها اول هدف ديئة واحد وعشرين وادرت ان هما يكملوا المحافظ عليه لغاية لما خرجت النتيجة بالشكل ده وده بيؤكد ان فيه رقابة كبيرة جدا على البطولة فيه ندية فعلا فيه تنافس وده اللي احنا بنتمنىه بصراحة في البطولة دي ونتمنىه في كل بطولات العالم نحنا نشوف ندية وقوة وقصارة عشان بتدي متعة للمشاهدين اكيد يمكن طبعا كمان النجم العالمي ونجم المتاخب الارجنتين ليونال ماسي يمكن امبارح اول نهاردة يعني حقق رقم قياسي في مباراة الارجنتين وفاراجوي ويمكن الرقم ده رقم كبير جدا لأي لاعب في منتخب الارجنتين 147 مباراة دولية شارك فيها ليونال ماسي مع منتخب الارجنتين طبعا هو رقم كبير جدا يا أستاذ حسام ورقم قياسي طبعا للجم كمان كبير ونجم عالم طبعا ميسي احنا كلنا ما فيش حد في العالم بيحبش ميسي طبعا هو اعتبر من ايكونات الكرة القدم على مستوى العالم وان الناس بتاع مشاهدته يعني سواء كان في اي نادي او مع منتخب الارجنتين طبعا هو حقق كتير من الارقام القياسية منذ ما يعني في جميع الانديال اللي هو كان شارك فيها طبعا معادة الارجنتين وهم حققاش معها بطولات كبيرة ولكن طبعا هو كان يعتبر اكبر هدف اليوم حوالي 73 هدف وميسي من اللاعبين طبعا هم قدر نحقق انجازات منها حصل على الحزاية الزهبة بست مرات يعني طبعا ده يدل ان هو لعيب قوي جدا ده الى جانب مثلا ان هو حصل على افضل لعب في العالم مثلا مرتين افضل لعب على مستوى الاوروبي مثلا ما يقرب من اربع مرات طبعا ده بيأكد قوة ميسي وان هو فعلا لعب مميز جدا اي فريق في العالم يتمنى ان هو يضمه طبعا ده بيتدله قوة ودفع ان هو يستمر على هذا للمحافظ على تاريخه الكبير وده شيء طبيعي ومتوقع من ميسي والناس كلها بتحب تتفرج عليه فكل التوفيق أستاذ حسامي يمكن مصر الفترة الماضية بدأت انها تنظم بطولات كتيرة جدا سواء على المستوى الافريقي او المستوى العالمي يمكن شوفنا طبعا بطولة كاس الامم في 2019 كمان بطولة العالم لكورت الياد ومؤخرا بطولة العالم للجنباز النهاردة هتنطلق اول بطولة بطولة الابطال للسكواش والي طبعا بيضم او بيشارك فيها اكتر من 16 لعب واللعب في التصنيف العالمي والي هتبتدي النهاردة ان شاء الله لحد يوم 27 الشهر الجاري طبعا ده شيء رائع جدا وبيأكد على قوة وامكانيات مصر رغم جائحة كورونا زي ما نقول اغلب بلاد العالم على فكرة بيبقى فيه تخوف شديد جدا ما زال حتى الان وده اللي احنا شوفناه حتى في اليابان وصل ان هم اليابانيين حتى طالبهم بان هو الالمبيات القادمة يتم تأجيلها تاني لتخوفهم من انتشار المرض ولكن طبعا ده بيؤكد ان مصر انها خلاص بقت عندها خبرة كبيرة جدا وده اللي احنا شوفناه حتى خاصة في الياد ان احنا قدرنا نطبق نظام احترازي جديد اول مرة طبق ليال الفقاعة الاحترازي اللي احنا طبعا حافظت على كتير من سلام جميع اللاعبين والبعثات الموجودة وده طبعا بيخل لان خلاص بقى فيه سكاة في مصر بشكل كبير جدا ده يضف لتاريخها على مستوى العالم واصبح ان كل البلاد يعني بيتمنى ان مصر هي تنظم دول احنا طبعا منتمنى ان البطولة دي تخرج تخرج بافضل صورة ممكنة طبعا ابتد انطلقت النهارة ده الغاتي يوم 27 فيها اكتر من 16 رقم عالمي للمنافسين طبعا على رأسهم طبعا ابطلنا علي فرج شرباجي مؤمن طبعا فرج للشهر ده هو للشهر التامن على التوالي ان بيحصل بيتصدر الرقم القياسي وده يؤكد ان الحمد لله مصر كانت ومازلت وستبقى عندها امكانات كبيرة خاصة في مجال الرياضة ونتمنى التوفيق لابطلنا ان شاء الله شكرا جدا طبعا يا استاذ حسام وطبعا نتمنى كلنا طبعا التوفيق لمصر فتنظمة في بطولات اكتر من كده بكتير شكرا شكرا لحضرتك شكرا ان جدا طبعا يا نهواندو يا كريم كان لقاءنا مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي لأستاذ حسام الغرباوي واللي طبعا تكلم معنا بشكل اكبر عن اخبارنا النهاردة وابرز يعني الاخبار والعنوين في الصحف الرياضية من مقرنا طبعا من مقر جريدة الجمهورية والآن لعودة مرة اخرى للستوديو الكلمة ليك طبعا يا نهواندو تفضل احنا منشكرك جدا يا سالة على هذه التغطية واكيد يعني ضيفك العزيز والسهز حسام وتوفيق لسه موجود برضو شكرا لك يا توفيق جدا